طب أنا عايزة بقى روح لحطة المفاتش كورومبو لأن أنت كنت متوقع أصلاً أنه يعمل النجاح ده كله يعني كنت متوقع أن أنت صوتك يبقى ناس كلها تموت وتعرف مين هو المفاتش كورومبو أمتاً كل واحد فينا لو ماشي بجاكت أو ماشي بكوت في الشر أقول لك إيه عم أنت المفاتش كورومبو وتعامل منه فوانيس المفاتش كورومبو وتعامل منه كراريس للأطفال وعلى شكل مقالم وهو شخصيته نفسها كيبت تباع في المحلات لأ هو عمل طفرة فأنت كنت متخيل أن كل ده ممكن يحصل أنا والله بصي الموضوع كله صدفة حتى يعني الكرو كله يعني المسؤولين عن الموضوع نفسه سحس بومبو وحنبوزه لو يبوزه وكان فيه بنت بس مش فكرة كان اسمها إيه بصي كان فيه بنات فيه كان فيه كذا كشخصية للبنات بس هو الفكرة أنه ما كانش متوقع الموضوع بالشكل دوت هو كان الموضوع جي صدفة حتى لما نعرض علي أنها لا طبعا هي فكرة أستاذ عيسى محمدي اللي يرحمه اللي يرحمه حتى ده سبب أن الموضوع وقف أن أستاذ عيسى محمدي وكان فيه خلافات طبعا ما بين أستاذ عيسى محمدي والأستاذ أحمد ماهدي والحق الحقوق والحجز يعني بعد ما هو توفى بقى فيه تشتت لا مش بعد أطبع قبل ما يتوفر آه أوكي بصي هو موضوع القصة بدأت بإني الفكرة فكرة أستاذ عيسى محمدي اللي يرحمه كان هو المخرج وبعدين بدأ يبقى وكان جهة الإنتاج يعني عنديش التفاصيل كلها بس جهة الإنتاج كانت حاجة مهدي بانوراما وبدأ يعني حاجة فيه لغز حصل هنا أنا اللي مش فهمه بقى لأني طبعا ما كنتش بحضر كل التفاصيل فيه خلافات حصلت ما بين أحمد ماهدي والأستاذ عيسى محمدي وبانوراما والحاجات فبدأ يبقى فيه خلافات وبدأ حتى يبقى فيه شخصية تانية بدأ يبقى فيه كرومبو تاني تقليل قصة التفاصيل مش معرفتش أعرف تفاصيلها كلها لكن الموضوع كان أستاذ عيسى محمدي الله يرحمه اختروك إزاي أحمد؟ حد كانوا عاملين زي انترفيو في كاستنج لحد عايزين حد بيعمل أصوات كتير فأنا من وانا صغير كانت وبيعمل مسرح وبعمل بشتغل مسرحة بشتغل حاجات ففيه حد من أصدقائي يرشحني للموضوع روحت قابلت عملت الانترفيو ولقوا إن أنا أقدر أتحكم في صوتي كويس فقابلت يعني بدأ يبقى الموضوع عايزين صوت كده شخصية تكون بشرحولي صوت مفتش يعني إن هو روحه حلوة بس هو برغم إنه جد بس روحه حلوة وفي نفس الوقت دمه خفيف ممكن يرمي إفه ممكن يعمل تفاصيل دي كلها في الشخصية فبدأ يبقى الموضوع بالتدريج بقى إن أنا أعمل الصوت لحد ما أيوة هو دوت فركز بقى على الصوت ده إنه يبقى يتقلب كان المخرج بقى بيوجه إنه يتقل كده الشخصية إنه هارده أول ما دخلت المكتب جاءت لي مكالمة الست مقويق صاحبة برج مقويق الشهير اتساعت كده يتكلم بالطريقة دي لك أيوة قلب على طول هو الجماعة هوا كرمبه هوا كرمبه فكاد توجيهات المخرج إنه هوا إزاي أقول بس فقابل حلو قابل الموضوع ينجح جدا ويبقى فيه حلو طيب ونرجع تاني للفويس أوفر إنت ده كملت فيه كشغلك الأساسي؟ أيوة مضبوط لحد الوقت ده أنت بتعمل فويس أوفر اهو تمام بعمل كده آه طبعا يعني بعمل إعلانات بعمل حاجات شغل ده شغلك الأساسي؟ اهو أو ده حاجة أنت بتعملها كشغل إضافي لك في حياتك موهبة بتحبها بصي هو عشان يعني محدش عارف عرفني قوي يعني مش معروف للناس اللي بتعمل في الميديا في موضوع الفويس أوفر في الشركات اللي بتحتاج كفويس أوفر فأنا مش ما خليه شغلي الأساسي أنا بشتغل حاجات كتير جنب الفويس أوفر لما بيجي حاجة فويس أوفر من خلال ترشحات أو حد صديق ليك أو كده اه فبعمل ده بس يعني بالصدفة عملت مسلسل إزاعي إزاعي صح؟ مع إبراهيم السمان بالصدفة عملت إعلان كذا بتصدفة في حاجة فتكلمنا عن تفاصيل المسلسل الإزاعي جالك إزاي التفاصيل وإنت بتسجل المسلسل كان مطلوب منك تعمل إيه إيه الحاجات اللي وجهك لها المخرج ساعتا؟ الموضوع جالي عن طريق المخرج صديقي أحمد صالح كان بعتلي الورق ورق دمه خفيف جداً وشخصية سردينة اللي أنا أعمل دوره دور سردينة دمها خفيف وهو صاحب إبراهيم السمان اللي هو شخصية بساريا صاحب سردينة ايوان بالضبط فهو فيه حاجات كده فهات لطيفة من شبه اللي كانت حاجات الأسامي الغريبة اللي كانت بتتأهل في كرومبو ففيه حاجات المسلسل نفسه لطيف دمه خفيف وروحه حلوة ومعانا أسامي كويسة وناس انبسطت بالتجربة تجربة كانت حلوة وكنت بقى لما قريت الورقة فهمت شخصيتي إيه عادت أبني الشخصية على المكتوب الورقة فعملتها بشكل كويس والناس المخرج مبسط